مرحبا برج العذراء اهلا فيكم بشكل عام برج العذراء هذا الشخص الشخص القادم فيه طريقك انت رح تكون جدا مميز عنده انت رح يكون تأثيرك جدا كبير على حياته هو رح يكون يحبك اكثر ما انت تحبه ومنجذب لك اكثر ما انت منجذب له وعلى هذا الاساس رح جدا يكون حريص ان يوفر لك افضل سبل الراحة افضل سبل الحياة خلي نشوف حروف حروف اسمه عندنا حرف الدال حرف الطا حرف الواو البرج عندنا طاقة الابراج النارية على الاغلب بيكون برج القوس وعندنا طاقة برج الحوت انزل وقت اللقاء اول كرت هني عندنا حق وقت اللقاء احتمال خلال خمس اشهر او الاشهر اللي عقب عقب شهر خمسة ولكن هاي الكرت تقول لي ان برج العذراء رح تلتقون في وقت من بعد انقطاع او من بعد ممارسات دينية يعني بيكون احتمال كبير بعد شهر رمضان او بعد شهر محرم او بعد موسم الحج بعد ما ننتهي من العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى نزين نفس الطاقة تنطبق ايضا على الاشخاص مثلا لدياناتهم مختلفة بعد ما تنتهي فترة ممارسات دينية احتفالات دينية بعدها لما ننتهي من هاي الممارسات هني بتكون طاقة الالتقاء بشريك المستقبل بإذن الله اوكي خلا نشوف مكان اللقاء انتو اثنيكم اشوفكم رح تكونون انت برج العذراء وايضا هذا الشخص مع احد من اخوته اخوات البنات اوكي رح تكونون موجودين امام هذا المكان امام هذا المحل هذا مكان شوفوا مكان تبع سيارات او عربيات او مكان حتى تبع فساتين او يبيع بضاعة ولكن المميز في هذا المكان خدمته انتو تحبون ان تذهبون الى هذا المكان برج العذراء لان هذا المكان مو فقط يبيع البضائع الجديدة السيارات الجديدة الفساتين الجديدة اوكي حتى البضائع القديمة ايضا يصلحها ويسوي لها صيانة عنده طاقة التجديد هذا المكان احتمال انك تكون رايح برج العذراء تاخذ فستانك على المكان اللي انت تعامل معه دائما من اجل ان تعدل فيه تقصر فيه تطول فيه تغير فيه شيء وهذا رح يكون مكانك المنشود امام هذا المكان هو ايضا هذا الشخص رح يكون واقف ينتظر احد اخواته البنات او اهله رح يكون يصاحبهم وقت ابدا مش متوقع عليك احس برج العذراء انت ما رح تكون وقتها جدا في افضل حالاتك الشكلية رح تكون بشكل كاجول حتى يمكن تكون خرجت بدون مكياج بدون احتمال مبالغ فيه بشكلك وهذا رح يكون يمكن بالنسبة لك انت وقت غير مناسب ولكن لهذاك الشخص وقت جدا مناسب لانه رح يحس بالانجذاب تجاهك اوكي اهم شي النتيجة حتى لو ما كنت لابس افضل ملابسك و افضل الاكسسوارات و افضل المكياج خلنا نشوف مواصفات شكله هذا شخص حجمه طوله وزنه عرضه ليس ضخم هذا شخص ليس ضخم ولكن كاريزمة تبعه ضخمة الشخصية تبعه ضخمة صوته يمكن حتى ضخم يعني شكله عادي مقبول ملامحة فيها نوع من الوسامة ولكن ليس جميل الجميلين طوله متوسط ليس سميل ليس نحيف جسمه متناسق مع طوله ولكن فيه كاريزمة ثقة فيه عنده شخصية كبيرة اكبر من حجمه الجسدي هي اللي راح تلفت انتباهك بخصوصه اول ما راح تلحظه فيه هو نظراته نظراته جدا حادة يعني الشخص مو فقط ينظر اليك وبعدين يرف وجهه لا ياخذ راحته في النظرات وكأنما لا يوجد احد في المكان جريء لا يوجد احد في المكان سوى انت وهو هذا الشخص لما تلتقي فيه راح يكون عنده نصف لحية شنو اقصد نسميها سكسوكا اللي هي مو لحية كاملة اللحية اللي تكون قريبة من منطقة الفم مو الشناب لا اللي تكون واصلة لأسفل الفم مع فوق الفم كل دولة يمكن لها مسمى مختلف احنا نسميها سكسوكا لحية ما راح تكون كاملة مزين؟ ولكن عنده جزء من اللحية شعره اسود كفيف ليس ناعم مو شرط مجعد ولكن شعره ليس ناعم مزين؟ ممكن يكون شوية ملتف هذا الشخص سنه ليس صغير اقل تقدير راح يكون ثلاثينة واضح عليه في شكله انه ليس صغير السن اوكي خلنا نشوف حين اطباعه ايضا ايه؟ من مواصفات الشكل انه لما تلتقي فيه راح يكون لابس سبور ملابس كاجول ولكن في شي في ملابسه غالي ماركة او ثمين اوكي؟ لو كان تي شيرت راح يكون تي شيرت غالي لو كان لابس حذاء وانتو كرامة راح يكون حذاء غالي ملابسك اجمل ولكن غالية خلنا نشوف اطباعه وهذا هو الجانب الاهم اللي راح يفيدك برج العذرة هذا شخص كثير التنقل بين البلدان ما يحب انه يستقر في دولة معينة ويمكن ايضا بسبب طبيعة عمله لانه يملك حرفة او خبرة معينة تخليه مطلوب في اكثر من مدينة في اكثر من دولة يتنقل ما بين كذا مصنع يشرف على كذا مصنع مطلوب او مثلا في شركة اللي يعمل فيها في كذا فرع كذا مصنع كذا مقر فقاعد كأنه هو الشخص اللي يتنقل ما بين المقرات فطبيعة شخصيا وحتى في الوظيفة ما عنده الكثير من الاستقرار كثير التنقل هذا شخص يتكلم اكثر من اللغة ولكن ليس باتقان يعني يتكلم شوي يمكن اردو او يتكلم شوي انجليزي ويعرف يتفاهم مع الاشخاص اللي يتكلمون هذين اللغة بشكل جدا ممتاز ولكن لا يتقن اللغة 100% فعنده اكثر من الله ولكن ليسوا باتقان هذا الشخص ايضا اصوله ترجع الى دولة اخرى يعني بعطيكم مثال وكان اصوله ترجع الى دولة اخرى او هو في مدينتكم ولكن اصوله ترجع الى مدينة اخرى جدا بعيدة عليكم اصول اسرتهم اصول جنسيتهم حتى كريم كريم جدا يحب الاثار يحب انه يلفد انتباه الاخرين بالصرف وهذا عكس الاسرة ترى الاسرة اللي يأتي منها اعرف ان الاسرة بعدين رح نتكلم عنها ولكن هذا شخص بغير التربية اللي نشأ عليها ويحب ان يصرف ويحب ان يظهر للناس ان عنده اموال يحب انه يساعد الاخرين ويحب ان الاخرين ايضا يحتاجون يساعدهم حتى لو ما طلبوا ليس على قائمة اولويات الزواج مو ضروري بالنسبة للزواج مو اهمش عنده بالحياة مؤجل صار لفترة مؤجل موضوع الزواج او يتهرب بالموضوع الزواج خصوصا لما يطرحون اهلا يأتي من اسره ثرية ولكن لا يظهر عليهم الثراء فذلين اشخاص ممكن يكونون بسيطين المظهر او متدينين عشان شذي ما يبين عليهم مظهر الثراء عكسه هو هو الشاب اللي من العائلة اللي يحب انه يظهر الاموال على نفسه ممكن اهو الوحيد من بين اخوانه اللي يكون بهذه الطريقة اوكي يحب الجلز الطبيعي يحب الاشياء المقتنيات المميزة الاشياء اللي تكون محفظة كل هجل طبيعي او محفظة مثلا من جلد الخروف جلد التمساح احب هاي الاشياء المقتنيات الثمينة اوكي احب المرأة اللي تكون جامعية احب المرأة اللي يحسها تجيد لغة مو قلت لكم انه عنده هني حب انه يتكلم اكثر من اللغة بس ما يجيدها احتمال كبير ان هذا شخص لم يكمل التعليم الجامعي دخل بسرعة في سلك الوظيفة اوكي ولكن هو ينجذب الى المرأة اللي يحسها انه تتكلم لغة بطلاقة تتكلم الانجليزي بطلاقة تتكلم او حتى طريقة كلامها تكون راقية تتكلم الفرنسي بطلاقة حتى لو كانت تعمل مجرد امتلاكها لشهادة جامعية راح جدا ينجذل اللي هاي النوعية من الاشخاص اللي امامه الاشخاص اللي عندهم اعتزاز بثقافتهم اوكي اللي بعدها خلي نشوف رقم خمسة ماذا سيقدم لك قبل الزواج عندك عشرة هذا رقم الاكتمال في التعرو وهذا يقول لي راح يقدم لك الغالي والثمين ولكن الجميل في الموضوع انه قبل كل شيء وحتى في القراءات السابقة للابراج الاخرين هذا شخص راح يحرص انه هو يلتقي باهلك قبل ما تصير الخطوبة الرسمية وبعيد عن اهله يعني حتى قبل ان يأتي باهله راح يحرص انه هو يأتي بشكل شخصي بشكل رسمي يمكن لوحده ويجلس مع الوالد او يجلس مع الاب في العائلة او الاخ الاكبر عنده ضروري انه يكون فيه تفاوض او تفاهم تحت الطاولة يمكن لان اهله راح شوي لا تنسى طبيعة اهله يمكن لان اهله راح يكون عندهم كلام ثاني او اتفاق ثاني او شروط اخرى فكأنه هو هنا يحرص انه يكون فيه اتفاق خفي غير معلن بينه وبينك وبين اهلك وتكونون على تفاهم يعني مثلا حتى لو صار فيه خطبة رسمية واتفقوا الاهل على ان الشبكة تكون القيمة الفلانية او المهر بالقيمة الفلانية هو راح يتفق مع اهلك في الخفاء انه راح يعطيكم اكثر راح يسوي اكثر ولكن خلى مجرد الموضوع يمشي من اجل ان الامور تمشي وتصير الخطبة ولكن راح يكون فيه شيء زيادة من عنده اوكي؟ هذا الشخص راح يدباها فيك امام الكل وهذا الشخص راح يعطيك مصروف قبل ان تطلب منه لمجرد انه تظهر لانك محتاج او 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 عندك يمكن التزامات خصوصا لما تذكر انه عندك التزامات مالية هذا الشخص من نفسه راح يعرض عليك انه مو فقط يدفعها وانما يهتم حبي يهتم فيك ويدللك ماديا اوكي؟ وايضا فيه شيء ثقيل راح يعطيك اياك هدية احتمال يكون شاب كذهب ما اعرف ولكن شيء ثقيل شيء ثمين ذا ثقل راح يعطيك اياك ايضا يكون بدون علم اعلى نزيل ولكن الشيء اللي اشوفه ايضا انه قبل الزواج راح يحرص انه يكون فيه تحضير العرس كبير لزواج محترم مثلا في فندق كبير او في مكان راقي هذا ايضا بالاشياء اللي تميل اليها طاقته اوكي؟ خلا نشوف الحين اسرته نتكلم عن اسرته عشان افهملك واصلك معلومة ليش ضروري عنده ان يكون فيه اتفاق خاص بينك وبينه او بينه وبين اهلك حتى قبل ان يأتي باهله لانه اهله نوعا ما صعبين اهله نوعا ما وان كانوا يملكون الكثير من الاموال ما ادري اذا خبرتكم اسرة ثرية ويملكون الكثير من الاموال ولكن نوعا ما بخيلين عشان شديه هو مبتعد عنهم نوعا ما صارمين او صعبين في التعامل محافظين اوكي؟ يحبون مضري يمكن متدينين بزيادة يحبون لان اشوفهم اللون الاسود ممكن نكون عنده ثمان اخوة واخوات او ستة اوكي؟ لان اذا نضيف الام والاب وصير كامل العدد ثمانية ام ما عنده الكثير من الاخوة الذكور يمكن فقط واحدة او اثنين عدد الخوات الاناث في عائلته يغلب عدد الاخوة الرجال ام اتوقع هو الاكبر ما بين الاولاد هذلين اشخاص واسرته ظاهرهم بسيط ولكن يجلسون او تحتهم الكثير من الاموال الاموال المدفونة الاموال اللي حتى ما تخرج الى الاخرين الاخرين حتى ما يعلمون ان هذلين الاشخاص يملكون ويملكون ويملكون هذلين يشترون اسرته تشتري الممتلكات ولكن لا يخبرون لا يشاركون الاخرين فما في احد يدر ان هذلين نعم لهم فكرة ان هذلين الناس مرتاحين ماديا ولكن ما حد يعرف مستوى ثراءهم الحقيقي لانهم كل شي سوونه ساكتين هذل هذا شخص ليس قريب من اسرته كثيرا قلتلك لانه ما يحب هذا البيئة بيئة الصرامة بيئة البخل ما يحبها التدين حتى فهذا شخص قبل الزواج راح تكون علاقته عادية مع اهله ليست قريبة ولكن بعد زواجكم وبعد ما ان يبتدي يشوفون اهله يصرف عليك ويسوي لك عرس كبير او او يحرص انه يوفر لك افضل سكن و افضل حياة بتشوف انه هنا اقف فترة من الزواج ينشوف خلاف بينه وبين اهله بخصوص هذا الموضوع يمكن ايضا خلاف بخصوص طريقة تصرف على الاموال خلاف بخصوص الورد خلاف بخصوص لانه انت اشوفك من تدخل حياته انزين راح يزيد الضغط عليه من قبل اهله وهو اشوفه راح ياخذ موقف دفاعي جدا تجاهك لانه قلتلك مهم عنده بالنسبة له انه يوفر لك افضل حياة فهني بصير عدوم خلاف بخصوص الاموال والورد ام شنو بعد ام فيهني طاقة تحذرك انه لا تتقرب من اهله بسرعة ولا تثق فيهم بسرعة ولا حتى تسمح لهم ان يسيطرون على حياتك من البداية شوف الامور بشكل عام على قولتهم فيه مثل ابنك على ما تربي وزوجك على ما تعودين فهني لا تعتقد انه بارتباطك من هذا الشخص ان انت محتاج جدا لموافقة اهله وان انت تسوي الامور على طريقة اهله من البداية خلك واضح يدك في يده يدكم موحدة وجهتكم موحدة ان انت لكم رأيكم الخاص لكم توجهكم الخاص في الحياة اذا مثلا تحبون تسكنون في هذا المنطقة براحتكم من البداية راح تكون فيه محاولات من اهله للسيطرة عليكم هو افدا ما راح يقدرون عليه ولكن يمكن بسبب كثرة تنقلة فرح يحاولون انه بالعكس يتقربون منك عشان اذا ما قدروا يسيطرون عليك بالعافية يسيطرون عليك بالتحايل فانت هنا في تحذير لك من هذه العائلة خصوصا من الاناث في هذه العائلة الاناث عندهم شوي طاقة وسوسة وطاقة خلافات اتمنى اني حذرتكم ورح تعيشون مع بعض هذا مكان جدا عالي شريككم رح يختار مكان غير تقليدي عشان يعيشكم فيه مكان مستقل مكان راقي احتمال يكون مجمع مجمع او ارض كبيرة فيها الكثير من المنازل الفلل وكل فيلا ماذا مش تسمونها على حسب كل دولة وكل بلا تكون تقريبا تشابه البلا الثانية ويكون لهم عندهم امن والمنطقة تكون راقية وكأنما مجتمع خاص فيهم ولكن بشكل عام هذا مكان عالي فيه كذا دور يمكن رح يقرر ان يستأجر او 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 يشتري شقة في مبنى جدا عالي جديد حديث بعيد ومستقل عن اهلا اوكي خلا نشوف ماذا سيحب فيك انا اريد اعطيتكم فكرة مساعة خلا ندخل في الطاقة بتعمق اكثر بتفاصيل اول شي هذا الشخص رح ينجذب لك لانه انت لست من اهلا ما بيحب سبحان الله ما بيينجذب لاي شيء من اهلا وكان فيه محاولات سابقة قبل ان تدخل حياته ان يزوجونه ببنت بنت الخالة او بنت العم ولكن فشلت محاولاتهم انجذب الاساسي لك ولأهلك هو انك لست مثلهم لا تحب التحكم وما عندك هنا هنا في نوع من العقدة ما عندك عقدة البخل العقدة اللي هي موجودة في اسرته عقدة البخل او عقدة التدين او عقدة التحكم موجودة عندك فرح يحبك من اجلها عقدة ان انت انسان مريح التعامل معك نزيل في شيء خص الطول رح احبه فيك ولو انه ليس طويل جدا ولكن احب فيك اما انك تكون طويل او تلبس كعب هذا شيء جدا يجذبه لك نزيل ام احب الاشياء الغير التقليدية احب التاتو نزيل ام احب انه انتو انت رح تساعده على ان ينتقل من يبتعد حتى بزيادة من بيئة اهله الى البيئة اللي يطمح انه يعيش فيها ويربي فيها ابناء وهي بيئة فيها حرية اكثر فيها غير تقليدية اوكي عادي يعني ام مو شرط المرأة هي دائما اللي تكون ام ام تجلس مع الاطفال هذا الشخص طاقته عادي ان انا اجلس مع الاطفال ومثلا زوجتي تذهب الى الصلاة الرياضية وزوجتي تروح مثلا تخرج مع صديقاتها احب ان يعطي ان يجدد في حياته اوكي وهذا رح يسبب لك ان انت ترتبط بشريك جدا يدللك نصيبك بوجه العذران هل رح يكون من مدينتك او مدينة اخرى هل من دولتك او من دولة اخرى هذين الاشخاص اسرته قلت لكم في البداية احتمال ان الاحتمال الاكبر انهم يأتون من دولة اخرى اصولهم القديمة من دولة اخرى ولكن صار لهم فترة طويلة عايشين معاكم ومن ثوبكم ممكن احتمال كبير ان تكون من نفس المنطقة او من عايشين قريب منكم مو بعيد عنكم يعني مدينة قريبة منكم ولكن اصولهم منطقة ثانية منطقة بعيدة دولة اخرى اوكي عزيزي برج الحدرة هذه كانت قراءة موصفات الشخص القادم في طريقك اشتركوا في القناة